مباراة الأهل وطلاع الجيش تعرفين طبعاً عايزين نتكلم في الكرة وكل حاجة بس طبعاً المواقف دي بتبقى صعبة لازم نتكلم فيها في كل حلقة وكل ما يكون عندنا مناسبة نتذكر أحمد رفعت وكل الناس اللي توفت فيه الفترات الأخيرة مطش الأهل وطلاع الجيش مطش صعب جداً كان بالأمس والدنيا كانت من قهربة الشوت الأول كانت عادل سلبي مرس الكولر عمل تعديل في الشوت الثاني وشوفنا ثلاث تغيرات ما بين الشوتين ضفعة واحدة نزل حسين الشحات نجم الأهل الموسم الحالي على فكرة حسين الشحات السنادي نجم الفريق بلا منازع عمر السلية وقادم بقوة أحدث الصفقات اللي فرض اسمه ونفسه على التشكيلة في فريق النادي الأهل عمر كمال عبد الواحد تلاتة نزله في دياسة واربعين مع بداية الشوت الثاني مكان مروان عطية وأحمد عبدالقادر ومحمد هني عشان ينجح السلية في إحراز الهدف الأول في دياسة 50 زي ما انت شايفين الهدف الأول اللي أحرزه طبعا هدف سليم جدا كان فيه تخطية من لاعب طلاع الجيش وبالتالي ما فيش أي تسلل خالص والهدف سليم جدا بالنسبة لعمر السلية وسام أبو علي بعدها بأربع دقائق نجح في إحراز الهدف الثاني وسام أبو علي صفقة من العيار الثقيل مشى بشكل جيد جدا لعب مركز كويس جدا جوه الملعب تأثير الإيجابي جوه الفريق رأس حرب ظاهر بشكل إيجابي عدد الأهداف الأحراز نحن نتكلم على وسام دلوقتي أعتقد وإحنا حتى ما نجي لترند الأهلي نتكلم في هدف الدوري بالنسبة للأهلي دلوقتي هدف الأهلي في الدوري العام وفي غمرة الأهداف والانتصار برضو اللعيبة فكرة أحمد رفعت شارة الحداد حزنا طبعا على أحمد رفعت والاحتفال برضو إحنا شايفين في كل المباريات ما فيش احتفالات بالأهداف بالنسبة كبيرة قوي يعني ولكن طبعا الناس كلها حزين على أحمد رفعت فشفنا بالتأكيد لاطة عمر السلية وقت إحراز الهدف الأول ولاطة وسام أبو علي مع إمام عشور في إحراز الهدف الثاني على فكرة بالمناسبة بغض النظر عن فكرة الأهداف وأن الأهلي دلوقتي 57 نقطة وبيرامدز 68 لما كسب الاتحاد أربعة ودلوقتي الفرق 11 نقطة ولسه فيه فرق أربعة مباريات مؤجلة والأهلي لو كسبهم يعدي بيرامدز فرق نقطة والأهلي يلاعب بيرامدز من الجمعة الجاية فلسه فيه كلام كتير على الدوري الفترة اللي جاية ولكن بغض النظر عن كل ده وكلام كولر انبارح في المؤتمر الصحفي تطرق لتفاصيل كتيرة ولكن لفت انتباهي كلام كولر على محمد الشناوي ومحمود كهرباء لأن كولر اتكلم على فكرة المشاركة والقرار بمعنى ناس كتيرة كانت بتتكلم قبل مطش الجيش قايمة الفريق هل الشناوي هيسمح أن يخرج برا القايمة هل قهرباء بعد ما رجع من الايقاف واتمر مع الفريق قبل مطش الجيش ممكن يلعب مباراة الجيش هل اللعيبة فيه تزمر وغضب من مسألة المشاركة وعدم المشاركة تشكيل مطش الجيش وقايمة مباراة الاهلي فطلاعي الجيش وتصريحات كولر اطعت بما لا يدع مجالا للشك اي اجتهدات ممكن تتقال في هذا الموضوع الشناوي ما دخلش القايمة كولر بيعمل روتيشن في مسألة حراسة المرمى شوبير لعب بطولة افريقيا بشكل جيد فكان كولر شايف ما ينفعش حراس مرمى تقلق يبعد عن التشكيل الاساسية يبقى رايح وراجع ما بين الاساسي او الاحتياطي وزي ما نشايفينها هي تصرحات كولر في المؤتمر الصحف اللي كانت تصرحات قوية جدا في اكتر من جانب واكتر من شاء نتكلم فيه فبالتالي ما فيش مشكلة في مسألة اراحة كهربا او اراحة الشناوي او الدفع بمصطفى شوبير او الدفع بمحمد الشناوي بار حتى في الدية 90 نزل افشا الناس بتتكلم بعد المباراة هو في مشكلة ما بين كولر وافشا يا جماعة الراجل في اخر 3 مباريات لعب في الفريق 21 لعب في اخر 3 مباريات كولر دفع ب21 لعب في عرف الكورة وفنيات الكورة ده مش طبيعي ولكن في ضغط المباريات والروتيشن ونتدخل على مباراة حسيمة على مستقبل بطولة الدوري ده منطقه طبيعي طب عشان لعب 21 لعب في 3 مطشات طبيعي ابدأ بكهربا وابدأ بوسام ابو علي في مرة طبيعي ابدأ بالسلية وريح السلية طبيعي ابدأ بافشا وريح افشا وهو افشا لعب المطش اللي فات وافشا ماشي بشكل كويس جدا ولما بينزل يلعب دقيق ماشي كويس جدا فطبيعي ابدأ بالشناوي وطبيعي في مرة تانية ابدأ بمصطفى شوبير ده طبيعي ومنطقي بس الناس دايما تركيزها الكامل على صناعة وإصارة أزمة جوه فري الكورة نفس الأمر كريم ندفد بدأ في فترة وبعد فترة أكرم توفيق كان بعد وكانت الناس قالت ماشي من الأهلي دلوقتي أكرم توفيق في التشكيلة الأساسية لعب لغنى عنه عمر كمال لعب ومحمد هاني بقى بديل وبعد كده هاني بقى أساسي وعمر كمال بديل وعمر نزل وعمل أسست بالأمس هو هو إمام عشور فين المشكلة؟ أنا منش شايف مشكلة ولكن شايف في ناس بتصنع مشكلة وبتصنع أزمة هو أي صحفي أو أي إعلامي أو أي وسيلة إعلامية مش المفوت تكون مبسوطة لما يكون عندك فريق عنده اتنين حراس مرمى على أعلى مستوى لأن ده هيعود بالإيجاب وبالنافع على منتخبنا الوطني الشناوي ومصطفى شبير الشناوي الخبرات الكبيرة الاسم الكبير في حراسة المرمى في منتخب مصر والنادي الآلي ساحب التاريخ الطويل والعريض ومصطفى شبير مستقبل لحراسة المرمى في النادي الآلي ومنتخب مصر في السنين اللي جاية المفوض الحاجات دي بتبقى إيجابية ولكن في مصر دايما الإعلام الرياضي بيحاول يصنع من حاجة إيجابية موضوع سلبي مشكلة إسارة ترند أزمة فكلام كتير يتقال ولكن أكيد الردود جات من كولر والأهم من الردود كولر النتائج اللي بتحصل في الملعب والروتيشن اللي بيتم والأمور ماشى بشكل إيجابي ونتمنى يا رب الأمور تمشي بنفس السياق ده في مباراة بيراميز لأننا عارف الناس أكيد على مباراة بيراميز للا قدر الله في نتيجة سلبية كل بقى الكلام هيطلع بشكل سلبي زي ما حصل في مرشبت أفريقيا وانت داخل على سيمي فاينال وفاينال كانت أزمات كتير خدت البطولة الناس سكتت لا حد تتكلم على العيب ماشي ولا العيب قاعد ولا كولر عنده مشكلة ولا كل التفاصيل دي